في إطار تحسين الخدمات وتقريبها من المواطني وفي بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية تم افتتاح فضاء المواطني بمقر بلدية القيروان خاصة الخدمات التي هي فيها نوعا ما نوعا شوية تكنيسيتي معتها شوية فنية خاصة رخص البناء والكونيكسيون معتها رابط شبكات الماء والضوء ونفذ المعلومة وكل شيء في عوض التونسي يأخذ الشهر نهار كونجي بش يقضي قضية في البلدية إيوالي جي يقضي قضيته في ربع ساعة وراوح على روح نحن خدمنا بصيفة كبيرة ياسرة معناتها على سورته على الإدارة كيفاش نحسنوا معناتها في الكمبيتونس متاع البلديين اليوم كانوا متفاعلين معنا برشة وخاصة كي دخلنا نحن دي سيستام دي سيستام دي سويفي أونليني هذا الفضاء الجديد الذي شهد تعطلا في انطلاقه بسبب جائحة كورونا يهدف إلى مزيد تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتقديم الخدمات بطريقة أسرعة وأنجعة داخل شباك موحد تجربة جديدة بالتنصيق بين بلدية القيروان كذلك الجيازات وهو شريك بطبيعة اللي قاعد يقدم خدمة كبيرة في مختلف المجالات التدخل للقيروان فضاء ذي تكلفة 1-200-300 دينار لحقيقة من خلال نوع جديد تقديم خدمات جديدة مباشر المواطنين يمنوا أنه يعمل نخلة نوعية في الخدمات التي لم تقدمها البلدية للمواطنين خاصة فيما يخص رخص البناء فيما يخص الأداءات البلدية وعديد الخدمات الأخرى يشتولي موحدة هنا ينقص من الاتصال المباشر ما بين المواطن والإدارة وبالتالي يتنقص التعطيلات وخاصة على مستوى الآجات الجانب الثاني هو يدخل في إطار الحكمة يأن الحكمة المحلية تقتضي أنه يكون الخدمات على قد المساوات لكل مواطني تنقص شوية محسوبية وفي انتظار تعميم هذه التجربة على بقي بلديات الجهة تظل رقمنة الخدمات البلدية مطلبا ملحا للمواطني الذي ما زال يتكبد مشاق التنقل لإتمام بعض الإجراءات